موسيقى مساء الخير مشاهدينا وأهلا بكم بحلقة جديدة من الكابتن في البداية لا نستطيع أن نكون بمنأة عما يحدث من حولنا ما جرى فجر اليوم من حدثة الزلزال المدمر في جنوب تركيا وسوريا فاجعة آلمتنا جميعا ونحن نتابع الأحداث أولا بأول ونسمع كل لحظة بإعداد الضحايا وإعداد المصابين واستيقظنا على كثير من الأحبار الصادمة ومنها وفاة اللعب الدولي السوري السابق وزميلنا في اللعب المرحوم نادر جوقدار الذي توفاه الله مع نجله تاج جراء انهيار منزله في مدينة جبلة الساحلية لذا وجب أن نعزي من هذا المنبر أن نعزي الأشقاء في سوريا وكذلك تركيا على هذا المصاب الجلل ونعزي كذلك أسرته والأسرة الرياضية السورية ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إن لله وإنا إليه راجعون وأكثر أحبتي في هذه الأوقات من الأدعية وتضرع إلى الله اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء اللهم ادفع عننا البلاء والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم نستودعك جميع وخلقك في سوريا وتركيا وفلسطين والأردن واجعل ما أصابهم خيرا ونعم عليهم واحفظهم وحفظنا وأنت خير الحافظين اللهم إنك سميع مجيب الدعوات اللهم أمين نبدأ الحلقة في الكرة الصفراء رفعنا سقف التوقعات قبل أسابيع وتفاعلنا بالتنس الأردني بأن يخطو خطوة كبيرة بكأس ديفيز ولكن ما حدث هو عكس ذلك تماما مع قناعتنا التامة بأن الرياضة فوز وخسارة ولكن خرجنا أمام السلفادور دون أن ننافس بطموح التأهل فظهرت الأخطاء والعيوب السابقة أثناء المباريات ولم نقدم أيضا المستوى المتطور لللعبة وغاب أيضا عبدالله شلبايا بأهم مباريات التنس الأرضي هذا على صعيد فني أما الصالة الجديدة فقد سقطت بأول اختبار بين تسريب للماء ورمال في أرضية اللعب وغيرها فمن يتحمل مسؤولية الوداع الفني من كأس ديفيز هم اللاعبون أم المدرب أم الاتحاد هذا في جانب من الحلقة في الجانب الآخر كرة الطاولة تلعب على صفيح ساخن في الأردن بين أبطال العالم المتنافسين على نقاط البطولتين والاستضافة بصراحة تنال إعجاب الاتحاد الدولي الذي اعتمد جولة عمان لخمس سنوات مقبلة أما فنيا فماذا قدمنا من حيث النتائج والأسماء ورغم معرفتنا بفارق الإمكانيات الفنية ألا يمكن أن نتجاوز حاجز الرهبة والدخول بمنطقة الاحتراف وتحقيق الانتصارات برياضة نستطيع التطور فيها بمختلف الفئات حديث التنس في التنس الأرضي وكرة الطاولة تنس الطاولة بنج هونغ في حلقة هذه الليلة مع المعنيين الكابتن استنم الشارع وبسم الله نبدأ على خط المرحلة الحاسمة والعودة إلى المجموعة العالمية الثالثة هكذا كان مصير المنتخب الوطني بعد الخسارة أمام السلفادور بكأس ديفيز لتنس الأرضي مواجهات خمس كانت تفصل الأردن عن الثبات بالمجموعة الثانية ولكن السلفادور حسمت البطاقة بثلاث انتصارات مقابل انتصار للأردن أنهت به المشوار عند هذا الحد تفاصيل كثيرة رافقت إعداد المنتخب لهذه المشاركة وأسباب مجهولة لعدم مشاركة النجم عبدالله شلباي بهذه المباريات فالتصريحات الرسمية أشارت الاعتذاره بسبب مشاركاته الخارجية ولكن اللاعب لم يتحدث عن الغياب المؤثر في هذه المباريات التحضيرات الفنية ظهرت بصورة جلية خلال المباريات حيث كان الفارق الفني يميل للسلفادور مع علامة استفهام على طريقة إدارة الجهاز الفني لتلك المباريات والتي كانت تحتاج ببعض المراحل إلى خطط خاصة لخطف نقاط المواجهة التنس الأرضي دشن ملعبه المغلق خلال التصفيات ولكن السرعة بالعمل أظهرت عدم جاهزيته بوجود تسريبات مائية من الأسقف وعلى ملعب اللقاء جردة حساب أمام اتحاد التنس بعد هذه المشاركة التي كانت ستنقل المنتخب الوطني إلى مستوى تنافسي كبير لو تحقق الانتصار ولكن الآن سنبدأ من جديد من أجل منافسة متجددة على التأهل للمجموعة الثانية التنس الأرضي ومشاركة المنتخب الوطني في كأس ديفيد سيكون محور الحديث اليوم مع ضيوفي في الاستوديو وخارج الاستوديو ورحب بضيفي الكابتن لعب المنتخب الوطني موسى قطب مساء الخير ويعطيك العافية وهارد لك أبدأ أحكي لك مساء الورد الله يعافيك وشكرا على استضافة أستاذ مهند أهلا وسهلا بك وأيضا أرحب بلعب المنتخب الوطني كرم حتام لمساء الخير كابتن كرم الكوتش تبعي مساء النور أهلا وسهلا بك وأيضا أرحب بالسيد صاحب إسماعيل أمين السر لاتحاد التنس الأرضي أستاذ صاحب مساء الخير مساء الخير جميعا يعطيكم العافية جميعا يعني حديثنا اليوم سيكون على مستويين فني وإداري ومنح موجود معنا أستاذ صاحب كأمين سر يحكي في المواضيع الإدارية وأيضا تجهيزات الفنية وأخذ آراءكم لأنه بصراحة انشدنا جميعا لهذه المباريات المهمة التي كانت وكان في جمهير بصراحة عم تحضر وكانت متعطشة أنها تشوف انتقالنا للمجموعة الثانية لكن ما الذي حدث كابتن موسى؟ تحضرنا لسلفادور ولا ما تحضرنا؟ وهل ثلاثة واحد مستحقة بالنسبة لنا؟ شو اللي صار معنا؟ أول شي الحمد لله على كل حال بالنسبة للتحضرات كانت تحضرات متواضعة ما كانت تحضرات العالية طلعنا بطولتين على قطر والكويت زي ما بعد البطوط النخبة العربية بالنسبة للمنتخب السلفادوري طبعا منتخب لا يستهان به قدرنا ننافس المنتخب السلفادوري طبعا في عندك غياب بعض اللاعبين غياب عبدالله شلباي كان مؤثر طب أثر كتير غياب عبدالله شلباي يعني منعرف أنه عبدالله بلعب براء لكن هلأ بعد شوية بدأت وجه لصائبها السؤال ولكن برضو أنتوا لعبين إيه لكم أسماء منعرفكم لعيب يعني قادرين أنت وكرم حتى في لعيب كتير وموسى عفوان محمد معك حق بس هلأ اللاعبين في عندك لعبين ينقصهم خبرة فيه لاعبين مثل عبدالله شلبايا حمز الأسود كمان بسبب الإصابة حمزة ما قدر يلعب بسيح عدس هذول اللاعبين لعبوا بطولات لعبوا مباريات الديفز كب بطولة الديفز كب تختلف عن المباريات العادية فيه إلها أجواءها الخاصة لأنك تدخل تمثل بلد البطولات الملت تمثل بلد تمثل حالك ما عليها الضغط العالي فالتيم اللي كان معنا صراحة ما قصر عمل اللي عليه بس زي كرم ما شاء الله ما قصر أول مشاركة إله في الديفز كب فأنت ما بتقدر تلوم لاعب بشاركة أول مرة في مباراة الديفز كب وما قصر لعب مباراة مع الخامس على العالم في بطولة في الزوجي رابح رولانجاروس سنة قبل ما بدك تلوم على المباراة طبعاً إيد واحدة ما بتزقف في الأخير يعني لاعب واحد ما بقدر طيب أنا بدي أحكي لك شغلة كابتن موسى بتسمع بمثل أو عفواً نصرته بالرعب نصرته بالرعب نعم يعني أنت عم تحكي لي هلأ خوفت من اللعب السلفادوري أنه أقوى منا وأخذ رولانجاروس مع أنه إحنا شفنا مستواكو قريب منهم كتير بإمكانكم كان أفضلية بس ما شفناش فيه توجيه يعني الانباريات عم بتروح من بين إيديكم على نقاط سهلة مش عم بحكي أنتو مش مناح ما تفهمني غلط أنا عم بحكي أنه حسين ما فيه توجيه لأنه بالتنسب ترجع بين نقطة والتانية التركيز برجع فيه ناس برجعك لهذا التركيز إحنا شفناه غايب كمتابعين أجب أن تعرف بطلات الـ Davis Cup ندرب له دور كبير في المباريات طبعاً أشكر الكابتن أحمد الحديد على وجوده ما قصر معناه كان له توجيهات بس يعني ما حلفنا الحظ كلامك دبلوماسي طيب بدأ أروح للكابتن كرم كابتن أول شيء أعطيكم العافية وإحنا بنعرف مستواكم وأديتوا اللي عليكم لكن هل أنت راضي عن فترة الاستعداد التي تمت لمثل هذه المواجهات مع منتخب السلفادور على التنافس على المجموعة الثانية؟ أول شيء الله يعافيك طبعاً إحنا أكيد كنا نطبح للفوز أول إشي طبعاً سواء سلفادور أو غير سلفادور الاستعداد كان زي ما حكالك موسى طلعنا على قطر بعدين كويت بس أنا طلعت على قطر بس فيزة لكويت تبعتي ما طلعت لي مع أنه قاعدة 8 أيام والفيزة ما طلعت ما بعرف شو الأسباب لليوم ما بعرف شو صال فيعني أنا محضر تقريباً أسبوع واحد وصال لي كان فترة كتير طويلة مش لعب لا مباريات ولا بطلات فإحنا عم نتدرب كتير كتير بدون مشاركات مباريات سواء محلية أو خارجية طب كرام أنتو يعني أنتو كمنتخب خمس لعيبة صح؟ خمس لعيبة ما كنتو متواجدين في فندق تمرينات الصبح وتمرينات المساء وغذاء ونوم ونظام موحد إحنا هي كم نعتبر المعسكر كنتو موجودين فيك معسكر ولا لا؟ هلأ مظبوط لا ما كنا موجودين لأن أغلبنا كان مثلاً عندنا زي محمد وزيد مشني هذول جونيورز هم بطولاتهم غير عني أنا وموسى فإحنا موعدنا اختلفت عن بعض لهذا ما قدرنا نتواجد مثلاً بالأردن كنا بنفس الموعد يعني أنا قصدي قبل ثلاث أيام من البطولة لا اتواجدتوا أنتو قبل ثلاث أيام من البطولة كنتو موجودين قبل ثلاث أيام مصبوط كنا موجودين تمام يعني ما كنتو موجودين تمارينكم ثلاث أيام هذا فيه تركيز عالي ما كنتو موجودين بفندق معسكر وتمرينات عالية المستوى لنسمع منكم لا كنا نتمرن كل يوم بس بفندق لا ما كنا مشتمل بس كان التدريب يعني بوقته وساعات معينة كان يعني منيح آخر فترة التدريب طيب راح أرجعلكم راح أرجعلكم أستاذ صايب يعني أنا عم بسمع من الشباب وبصراحة بدي أحكي بخبرة الفنية من يحاور الرياضيين أنا حاس أنه ما أخدوش الاستعداد الكافي بحكيها من عندي لكن بداية السؤال الأهم لماذا لم يكن أو لم يتواجد عبدالله شلباي في هذه البطولة لعب أردني وبدنا نياب أهم مباراة معقول ما يتواجد ماذا عن جهود الاتحاد في جلبه نعم كابتن مهند طبعا بالتأكيد لعب عبدالله شلباي له دور كبير في الصفوف التنس الأردني لكن عبدالله شلباي كان عنده جدول محضر من قبل من الطاقم الفني اللي عنده في إسبانيا ما قدر يجي معنا للأسف ينافس معنا كأس ديفيس بالتأكيد ممكن النتيجة مختلفت لو كان معنا عبدالله شلباي لكن فاخرين في شبابنا وفي أداءهم ضد فريق جدا صعب بصراحة طب برأيك أستاذ صهيب أنهم فعلا منتخبنا اطلق الإعداد الفني الجيد الذي يتوائم مع حجم أهمية هذه المباريات بصراحة أكيد دائما ممكن دائما يكون فيه تدريب أكثر مكثف أكثر عدد ساعات أكثر مش معسكرات خارجية كان فادتنا طبعا لكن نحن عملنا اللي علينا بصراحة وعملنا برنامج تدريب مكثف على قدر إمكاننا الشباب كانوا متواجدين موسى طبعا زي ما سمعت كان بره كان يشارك فيه بطولتين خارجيات وللأسف ما حاله في الحظ كرم حتاملي اللي هو كان مفروض ينافس برضو معه بالكويت بالتأكيد يعني كان دائما فيه مجال لأكثر طب ليش ما تأهلنا براهي الأمال كانت معقودة والتحضيرات وإنه إحنا بدنا ننافس ونتأهل يعني عندنا القدر أن نتأهل برأيك صغيب ليش ما تأهلنا وين الخلل يعني والله التنس هي عبارة عن نقاط زي ما تفضل موسى النتيجة كانت قريبة كثير في عندك المجموعة الثانية من مباراة كرم حتاملي كانت جدا قريبة لكن برضو على كم نقطة اختلف النتيجة الحمد لله قدرنا نفوز على دييغو دوران بفضل من اللاعب موسى القطب طبعا لكن هي التنس هيك نقطة يعني متأكد أنه كان فيه كم نقطة كسر راحه مننا طيب صغيب بدي أسألك سؤال راضي عن الإدارة الفنية للمنتقب هذا طموحنا ماشي نحترم الكابتن أحمد الحديد لكن كان قبل فيه مدرب تونسي وكعبه عالي لكن هلأ فيه مدارس وبصراحة كاميرا المملكة كانت موجودة خلال المباريات ونراقب ماذا يفعل مدرب سلفادور إصراخه من أول الجيم لآخر الجيم لكل لاعبينه على العكس تماما هناك هدوء غريب عند مدربنا بعرفش هدوء بجزء يعطي تعليمات إحنا مش سامعينها أو مش مراقبينها لكن كنا حريصين أن نشوف فيه تعليمات لللاعيبة يعرف نقاط القوة والضعف للخصم يعطي لكرم مثلا والله إلعب على البيس لاين خليه دائما على البيس لاين أو إلعب له دائما على الفور هند أو على الباك هند إلى آخره الفكرة هل أنتم راضين عن الأداء الفني؟ بصراحة يعني بدون إحراجات عم نحكي عن منتخب أكيد نحن نشوف كل مدرب له أسلوبه في مدربين صامتين بعطوا تعليمات قبل المباراة وفي مدربين بعطوا تعليمات أثناء المباراة كابتن أحمد حديد من هذا النوع من المدربين هل إحنا راضين عن طاقم الفني اللي عندنا طبعا أكيد لكن بدنا إحنا نحسن هذا المستوى العيب اللي عندنا وصلوا مرحلة ومستوى جدا عالي بيحتاجوا إلى خبرات أعلى فنحنا طبعا أكيد راح من عندنا الكوتش رفيق لكن نحنا بدنا شغالين على استضافة مدرب جديد أجنبي إن شاء الله في خبرات عالية جدا عشاس ياخد المنتخب لمرحلة ثانية ونثبت حاله بالمجمور العالمي الثاني وأيضا نتأهل كمان على الأولى والفاينلز إن شاء الله نعم في مدرسة معينة للمدرب الجديد الذي نطمح لإحضاره في عديد من المدربين تواصلنا معهم في من أكاديمية بولاتيري في من أكاديمية بمرتغال وإسبانيا فشغالين على الموضوع إن شاء الله نقدر ندعم الشباب أكثر طبعا أروح لموسى يعني سمعت هذا الحوار بجزء أنا شوي قصيت بدي أحاول أطلع أشوف إذا فيه خلال فني في استعداداتكم أنتو اللي بتتحدثونا وبعرف هناك قد يكون حرج أسأل لعب عن مدربه لكن فعليا الخصن هل درستوه قبل ما تدخلوا المباراة؟ يعني مدرب درسك يا وخلال الجيم لما تغلط أو لما تلعب عم تاخد التوجيه شو تسوي بصراحة هلأ كان فيه نقاش بيني وبين المدرب أكيد ودرسنا الخاصة من نوعا ما بس يعني هلأ زي متفضل إنه مدرب خاصة لكابتن أحمد يعطيه العافية أنا ما أشكره وكابتن أحمد يعني ما واكب المستويات العالية حاليا يعني فيه مستويات اللي أتطورت هلأ مستوانا يعني في مستوى لفل عالي فلما ما تطلع وتشوف المباريات الخارجية والتوب 200 توب 300 في العالم فصعب إنك تقرأ بشكل بشكل أوسع درجعا للنقطة بالنسبة للفوز والخسارة بالنسبة للبطولة أنت يعني سؤالك زي ما بتسأل إنه ليش ببرازيل ما فازة بكأس العالم أو ليش ببرازيل ما فازت على كرواتيا هي الرياضة فوز وخسارة إحنا كنا قراب وإنت زي ما قلت هم يعني عندهم لاعب خمسة على العالم إحنا كان عندنا القلب وكان عندنا الإرادة بس ما حلفنا الحظ في آخر إشي هذا لا يعني إنه رح نوقف ورح نستمر أكيد براف علي وإحنا متحمسين كثير والجاي أفضل وبشكر الجمهور صراحة اللي تبع المباراة الجمهور والله إحنا بالعكس يعني شدتونا لهذه المباراة لأنه بدنا نطلع على على بطولة أستراليا المفتوحة لا سرنا نتواجه بدنا نشوف عرفت كيف يعني حابين لعبين لأنه لو كان في فيصالة أكبر صدقا المدرجات رح تمتلي عن بكرة أبيها بالمتابعة ورح يكون نجمكم ساطع أكثر تحسوا بالمسؤولية أكبر الحوار مستمر معكم كلام راجع لك مش ناسيك مستمرين بالحديث لكن فاصل قصير من واصل الحديث عن التنس الأرضي تفضل وقامعنا أهلا بكم مشاهدين في الجزء الثاني من الكابتن الحديث متواصل عن التنس الأرضي ومشاركة المنتخب في كاس ديفز أعود لك موسى رايثما نجهز إن شاء الله كرام يكون جاهز الآن قسرنا ثلاثة واحد لكن ماذا يعني بقعنا في المجموعة الثالثة الثالثة شو يعني؟ احنا بقعنا في المجموعة الثالثة هلا هو في مجموعة ثالثة ورابعة وخامسة نعم فاحنا رجعنا للمجموعة الثالثة والمنافسة رح تتم في شهر تمانية تمانية أو تسعة حسب الجدول التحدي الدولي بحاول يعمل الجدول على اساس أنه ما تواجه صعوبة بين اللعيبة هناك لعيبة يدرسون في جامعات أمريكية فبعملوا البطلات بشهر تسعة أو تمانية فإذا اتأهلنا طلعنا من ضمن أفضل ثلاثة نرجع منلعب الملحق بنفس الشهر شهر اثنين يعني فيه لنا أمل نرجع للمجموعة الثانية مرة ثانية طبعا تعلمنا حسين حالنا تعلمنا من هذه التجربة تعلمنا كثير طبعا شو أعطتك كموسى كلعب أو تجهيز الأجواء كلها أنت شفت بطولة وفيه جمهور وفيه عد مرتب ويعني كل الأنظار عليكم يعني بصراحة دعني نحكي وين بلدنا صغيرة مية بالمية مية بالمية جهزتنا أنه لازم نستعد أكثر أنا متأكد الاتحاد ما رح يقصر لسنهاية الاتحاد متحمس وكثير بدعمنا بعد المباراة دعمنا المدرب السلفادوري حكى كلمة إجا بعد المباراة بقول لي أنت صراحة حرام تخسر مباراتك أنت يعني مستواك إجا قل لي يا قل لي مستواك أنت مستواك متين على العالم فهي نقاط صغيرة فرقت في المباراة نعم طبعا اللعب السلفادوري مش لعب يعني كان مية على العالم وفايز رولان قاروس دابلز الحمد لله على كل حال نطمح سنهاية الانجازات كبيرة طبعا شكر خاص للرئيس اتحاد خالد نفاع ما قصر معنا وجهوده وكان يعني جهوده خاصة في آخر فترة بتنظيم أول ملعب داخلي رسمي في الأردن طبعا كان فيه تأخيرات بس أنا اللي سمعته أنه كانت من المقاول هو السبب لا خلينا هلأ بدنا نشوف شو قصة الملعب المغطى سيد صهيب يعني صار فيه أشكال شوي على الملعب المغطى وجاهزيته وأنه فيه رمل على الأرض وكان هناك ربما كان بدين سحب السلفادور حسب ما علمنا بعدين الاتحاد الدولي لا مقدر الجهود التي بوذلت شو المشكلة بالضبط اللي صارت صاير فيه تسريب ماي قبل أول يوم المباريات هذا التسريب المائي نزل على الملعب فالحكم العام اللي هو جاي من عند الاتحاد الدولي تنس قرر بتأجيل المباريات لساعة هو طبعا هو بفحص الملعب من قبل البطولة بأكم يوم من ناحية المواصفات والمقييس اللي من بطولة كأس ديفس نعم فهو قرر في تأجيل مباريات ساعة نشفنا هذا المائي اللي كان على الملعب اللي ممكن يعمل خطورة للعبين والحكم العام عطانا الأوكين ونبدأ المباريات نعم طب فيه تفاصيل أكتر عن موضوع مقاول وقصص تانية إنه والله لأ ملتزمش ومسكر تليفونه يعني فيه قصص على موضوع العطاء بالتجهيز وخاصة أنه كان فيه شرط أنه تكون هذه المباريات في هذا التوقيت بالشتاء أنه تكون بصالة مولقة والعكس جهود تشكروا عليها أنه استطعتوا تجهيز هذه القاعة في فترة وجيزة لكن برضو هاي المشاكل الإدارية منغس قليلا بالنسبة لكم بدنا نعرف شو المشاكل عشان يعرف المهندس لما يسمع هذه الحلقة أنه سيلاحق يعني على عمله أيضا الله يسامحوا طبعا آه فأكيدنا خلق الصغر لا شوف احنا أخذنا هكا فرصة أول ما عرفنا أنه الأردن منها تستضيف كأس ديفيس مجموعة عالمية سالفادور حكينا لازم نبدي كل جهدنا أنه نعملها في الأردن بصراحة نعم غررنا نبدي ملاعب داخلي عشان الأحوال الجوية الغير معروفة كان لأنه احنا عرفنا من قبل شهر ونص شهرين أنه لازم نستضيف البطولة من الأسف زي ما شفت وكان في تسريب من الملعب الداخلي اللي هو أدى لتأجيل أو شغلة بسيطة صارت في الملعب نشفناها كملنا البطولة الحمد لله وأكيد رح نرجع نضبط هاي التثبيتات اللي بدها تصير في الملعب ليستفيد منها الأجيال القادمة والجيل الحالي إن شاء الله رح تظلها مغلقة يعني نعم رح تظلها مغلقة رح نحافظ عليها هي تظلها مغلقة نستفيد من مئة يوم زيادة في السنة تدريب للناشئين والناشئات والمنتخب والأداء العالي فنعم بدها تستمر ضل السقف موجود ونقدر إحنا زي نفتح الحيطان على أساس نظلها زي تحوي بالصيف ونرجع نسكرهم بالشيء تمام ممتاز أروح لكرم كرم تأخرت عليك كرم من هذه البطولة وين حسيت إنه في عنا نقاط قوة كلاعبين يعني حسيت حالك كرم أنا قوي بهذا الشيء وين حسيت إنه والله هاي لو حسناها رح نصير أقوى خاصة في هذه البطولة ودخلت منافسات بمستوى كأس ديفيس طبعا هي إنت زي ما بتعرف أنا لعبت مع المصنف الخامس والمجموعة الأولى كانت شوي لسه مش داخل بالأجواء منيح المجموعة التانية كنت متقدم عليه أربعة واحد كنت قريب يعني قريب إني أفوز المجموعة التانية ونلعب مجموعة فاصلة نعم بس يعني نقصت شوي خبرة ما في لعب ما في معرفت شو أتصرف منيح بهذا الوقت وشفت إنه ما في فيش إشي صعب كل إشي بيجي بده شغل إحنا ما حنوقف هون لسه يعني نعتبر هاي البداية أساسا ولسه مكملين إحنا طبعا لما كنت أربعة واحد شو كنت تتمنى يعني بدك صوت خبرة في إدنك يقول لك سوي هيك سوي هيك آه صرت يعني محتاج كثير بدي توجيه بدقة أكثر يعني أنا صرت أفكر شوي بالمجموعة التالتة فكرت إنها انتهت بس مع هيك لا أيب لا لازم تضلك تلعب كل نقطة والآخر نقطة ولا تخلص المجموعة كاملة تفكر كل شو كل نقطة بنقطتها نعم كرم استفدتم من هذه البطولة يعني إحنا بنحكي دايما البطولات الدولية أو المستوىها عالي بكل الألعاب بتعطي خبرة دولية أكتر بالنسبة لكم أعطتكم ثقة أكبر يعني لو إجاء كأس ديفيز نعاد مرة تانية رح يكون أداءكم مختلف هذه المرة في المرة التانية طبعا أكيد 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 أعطتنا كثير خبرة يعني أنا بحكي ممكن لو تنعاد نفس المبرة ممكن أعمل أشياء لسه أحسن من المبرة اللي عملتها برافو عليك إحنا هذا اللي بدنا إياه منكم بدي أترك يعني هيك كلمة أخيرة لصاح صحيب ولا موسى صاح صحيب يعني كلمة أخيرة في النهاية إلى أي مدى استفدنا من هذه التجربة من كأس ديفيز في يعني رفع مستوى لاعبين أي نعم لدينا عبد الله شلبي ولكن أيضا لدينا كرم ولدينا موسى ومحمد ولدينا حمزة حمزة الأزود الحمزة الأزود وسيف عدس أنت سمعتها كابتن مهند جواب كرم رائع أنا كنت متأكد مية بالمية أنه كان فيه كومباك من كرم للأسف ما حالفه وموسى بصراحة أنت هم تتطلع الآن على لاعب عالمي موسى قطب موسى قطب بعد المباراة عرفت أنه تفكيره تغير مستوى تغير ما كان عجبه نهائيا النتيجة ويعني رفعنا من معنوياته لكن هو ما كان راضي وزي ما تفضل كرم لو ينعادل نفس المباراة بكرة لتشوف نتيجة مختلفة جدا هم استفادوا من هذه الخبرة نحنا بدنا نزيد من هذه الخبرة للعيبة إن شاء الله كلمة أخيرة إلك موسى مشاركتكم القادمة أين ستكون؟ في تونس إن شاء الله متوجه يوم الخميس هذا الخميس؟ خميس هذا إن شاء الله بطولة دولية ما رح نوقف رح نظل مستمرين أثبت لكل حد آمن في قدراتي إن شاء الله رح أوصل وشكور خاص للداعمين طارق الطرزي ياسر راوي شركات الميسرة ما قصروا دايما بدعموني وبوعد الجمهور إنه القادم أفضل إن شاء الله حتى الشباب الصغار وولادكم شاركوهم في لعبة التنس وشاركوهم في الرياضة لعبة كثير حلوة أول راح أنا أشهد وأنا أشهد حتى عكبر حلوة طبعا هي اللعبة بلعبها الكبير والصغير أكيد وحبين نشوف ناس أكثر في لعبة تنس وجد شكر خاصة الجمهور والخسارة كانت بتعلم وأنا ما دايقت أكثر على أكثر من الجمهور إن شاء الله بجيكم مرة ثانية وثالثة ورابعة بينما تصيروا إن شاء الله أبطال كبتن موسى القطب نجم منطقة الوطنية للتنس الأرضي شكرا جزيلا لك أيضا كرم حتام للنجم ومدربي الخاص شكرا جزيلا لك وأيضا صاحب إسماعيل أمينسر الاتحاد الأردني للتنس شكرا جزيلا لك إذن من التنس الأرضي لتنس الطاولة تابل تنس ولكن فاصل قصير ولنا عودة لاستكمال حوار عن بطولة الأردن الدولية الأولى أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد الحديث متواصل في الكبتن بالجزء الأخير الآن ننتقل إلى كرة طاولة تابل تنس التي تنتقل بين الاستضافة لبطولة دولية ومحاولات أيضا تطوير المستوى الفنية لنجوم المنتخب الوطني رجال وسيدات قبل الحديث بشكل أكبر عن مشاركة منتخبنا الوطني نتابع هذا التقرير ثم نعود لاستكمال هذا الحوار إن شاء الله مع ضيوفنا بطولة الأردن الدولية لكرة الطاولة بصبغتها العالمية لأول مرة والتي تقام على جزئين وبمشاركة المصنفين على مستوى العالم أنهت الجزء الأول منها ودخلت بأجواء التنافس المثير بين أبطال العالم البطولة التي انطلقت قبل أيام بالمستوى الثاني وكانت المشاركة الأردنية فيها تقتصر على انتصار وحيد لزيد أبو يمن فيما سيطرت الصين على منصات التتويج بمختلف الفئات البطولة الثانية والتي تعد الأقوى تصنيفا سيشارك فيها أيضا نجوم المنتخب الوطني وتبدو أن الاستفادة والمشاركة هي الهدف من الدخول بمعترك المصنفين العالميين الأردن تمكن من استضافة إحدى جوارات بطولة العالم وتثبيت هذه الجولة لخمسة أعوام مقبلة في العاصمة عمان ولكن المستوى الفني لم يظهر بالشكل المظاهر للاستضافة جراء فارق الخبرات والإمكانيات الفنية إذن كرة الطاولة الأردنية والمشاركة ببطولة الأردن الدولية ستكون مع ضيوف الكابتن مروان ضيا مدرب المنتخب الوطني لكرة الطاولة مساء الخير شرّف مساء الخير أهلا وسهلا فيك نعرفك نجم ولاعب مرموق أهلا وسهلا فيك شكرا أيضا أرحب عبر سكايب باللاعب لعب المنتخب الوطني حسن الحراني مساء الخير كابتن حسن طيب انتهت البطولة الأولى هي هذه البطولة الدولية بطولتين انتهت البطولة الأولى واليوم الاثنين بدأت البطولة الثانية برأيك أين ترى مستوى الأردن في البطولتين يعني البطولة الأولى خلصت الآن الثانية وعندنا فوز واحد بس زيت أوضياما تمام سمحت لي بس أرجع للوراء تضل إذا كرة الطاولة سابقا كانت ترتيباتها متأخرة على المستوى العرب من خلال الاتحاد الأردني لكل طاولة برئاسة الأستاذ طارق الزعبي وكافة الأعضاء بدأوا بسياسة تخطيط للفئات العمرية ولفريق الرجال والسيدات وأخيرا حصلوا على بطولة العرب العام الماضي للرجال والسيدات وهذا أول إنجاز بحقق الأردن فيها فنحن تعدينا المرحلة الأولى كمستوى عربي وحصلنا على الأول رجال والسيدات هلأ الاتحاد عم بسعى أنه يوصل للعالمية هلأ وصول العالمية ما بتيجي بلحظة فبدها دراسة من خلال خطط الاتحاد للعام 2023 و2024 عم بخططه كيف تنطور اللاعبين من خلال مشاركة في البطولات من خلال معسكرات داخلية من ضمن الخطة فهذه كلها تعتبر تخدم للعبين طب لأي مدى المشاركة في البطولة الأولى فنيا أتحدث فادت مشاركة أو خبرة لعبيننا يعني عم تلعب مع لعبين مصنفين من الخمسين للاوائل أو ثلاثين لوائل حتى من المئة بطولة الأولى من المئة للاوائل نعم ولكن برضو أنت بتحبك مدرب تشوف لعبتك عم تلعب مع لعبين أقوياء يدخل معهم بالرد هلأ إذا كان الفرق بالمستوى بين اللاعب اللي له تصنيف مع لاعب أردني أو لاعب عادي الفايدة بتكون قليلة بس في البطولة الأولى كانت حتى لو تمت الخسارة بين اللاعب الأردني مع لاعب صيني أو غيره فيه تقارب بالمستوى يعني حتى لو خسر ثلاث سفر فيه تقارب بالمستوى هذه البطولة عطت اللاعبين التقى بالنفس عطت للاتحاد أنهم مشاركة بأكبر عدد ممكن حتى شاركوا بالفئات العمرية وهذا لو صارت خارج الأردن ما تقدر الأردن أو الاتحاد الأردني أنهم يشاركوا بعشرين لاعب زي لما تكون في بلدك فهي عطتنا فرصة يعني نقدش عدد الرجال والسيدات اللي شاركوا في البطولتين يعني يعني نقدرش يعني لو كانت البطولة في الخارج لدينا قاعدة كويسة قاعدة كويسة وما زالت التقدم إن شاء الله بكافة الفئات طيب أروح لحسن الحراني لعب المنتخب الوطن أنت شاركت في البطولتين الأولى والثانية لمست فروقات بين البطولتين يعني اليوم كان في عنده لعب بعد ما أتقلت صباحا نعم وهرد لك قصيرت طبعا سأل محمد أول شيء بحق أشبرك على استضافة أكيد في فرق بين البطولتين البطولة الأولى مثل ما تفضل كابتن مروان بطولة قوية طبعا بس ما بتلاحظ الفرق بين اللاعبين العرب أو اللاعبين الأجانب مثل ما بتلاحظ البطولة الثانية ولكن في البطولتين في أقوى دول العالم المشاركين في البطولة والبطولتين على عالم مستوى طيب كابتن حسن إيش الاستفادة الفنية دايما اللاعب بس يلعب ضد لعبين أقوى مصنفين إلى آخر بيقولك أنا فيه استفادة فنية زي مثلا أشبهها الأردن تروح تلعب مع إسبانيا زي ما استضفناهم عنا اللعيبة أي نعم اخسرنا بس جبنا هدف وحكينا آه والله خبرتنا عالية صارت من هذه المشاركة أنتوا نفس الشيء بتحس فيه استفادة فنية من مقارعة المصنفين الأوائل أكيد أكيد طبعا أول شيء هذه البطلات بتعطينا احتكاك مع أقوال اللعبين العالم بتلعب مع طرق لعب مختلفة غير المتعودين عليها خصوصا بالوطن العربي كل هذه الطرق اللعب بتفيدك لما تيجي مثلا منافستنا في تنس الطاولة إلى الآن محصورة في الوطن العربي وفي دول غرب آسيا يعني هذه الدول اللي نحن نقدر نجاريها ونتفوق عليها ويكون اللعب جميل معها لكن لما تلعب مع العالم أكيد بتاخد خبرة في طريقة الاستخبال في طريقة الإرسال في كل شيء بتنس الطاولة وطبعا بلا شك هذه البطلات مفيدة جدا من ناحية خبرة من ناحية احتكاك من ناحية تصنيف أيضا طب حسن نحن كتير بعاد عن اللاعبين المصنفين يعني نحكي المية لوائل نحن كتكنيك كلعبنا كخامات موجودة لدينا في الأردن كخبرات أنت وزيد أبو يمن والعديد من اللاعبين هل نحن كتير بعاد أو إلا لقى المجال أمامنا في اللحاق بهم بشكل سريع أكيد أكيد المجال أمامنا كل شيء بالتدريب بالمعسكرات في البطولات أنا لما ألعب مثل هذه البطولة عشر مرات في السنة أو أكثر أكيد بدي أكون قادر على منافسة ثاني أحنا مش بعاد فنيا أحنا فنيا تكتشف أنه أنت بتلعب زيه في الإحماء أو في التمرين ولكن فكره بالجيم نظرا أنه بلعب عشرات أضعاف في المباريات التي نلعبها الفكر بتاعه بالجيم كيف يكسب المقطة كيف يفكر كيف طريقة لعبه هو هذا اللي يفرق فقط أكيد في مجال قدامنا زي ما تعرف الأردن مليئة بالمواهب في عديد من المواهب القوية ولكن ما في احتكاك كافي نخلينا نجاري هدول الأبطال طيب كابتن مروان برضو أنت شفت اللعيبة هم يشاركوا في البطولة الأولى وبداية البطولة الثانية تقييمك لمستوى لعبين خلال المشاركة لغاية اليوم هلأ هي متفاوتة بين لاعب ولاعب أو لاعبة ولاعبة بس كرضى عن مستوى اللاعبين بشكل عام كويس هلأ بفرق بين لاعب ولاعب بطولة كمستوى في ناس أظهروا ثقة بالنفس في ناس أظهروا أنه خايفين في ناس مستعجل في اللعب في كل الملاحظات هاي اللي بحكيها مستفيد منها في التمارين القادمة ولابد من علاجها نعم يعني بس أنتوا أول بأول مع اللاعبين أثناء سير المباريات طب ماذا عن اللاعبين صغار السن اليوم من الفئات العمرية طبعا وفر للاتحاد الوردنين كرة الطاولة عدة مدربين على مستوى متميز وكل مدرب له فئة معينة وهي الفئات اللي بتحمل مسؤولية هالمدرب في تطويرهم طب مين مدربنا احنا في الفئات في هاتف في كابتن يوسف أبو يمن الأستاذ غزال هاشم خالد خضر رائد الشريف وغير أنه كمان نحن منستعين في ممرنين لأنه تعرف الفئات العمري بحاجة إلى مراقبة أكثر بالتالي يعني موفر للاتحاد ولكن لساتنا رغم كل هذه التسهيلات بحاجة إلى تطور أكثر خاصة الفئات العمري طب شو اللي بنقصنا الكل بحكي دائما القاعدة وأنت مرست هذه اللعبة يعني ما كنت صغير و لحد ديت الآن تدالها المنتخب يعني شو اللي بنقصنا هل هي صالة معدة بنية تحتية نتحدث عن ربما زي ما تفضل الكابتن أنه بدنا مباريات خلال السنة ما بدأ ألعب مباراة واحدة قوية وبعدين أرجع لها بعد عشر شهور لا بدأ باستمرار ألعب هالمباراة القوية هو هذا يعني الموضوع كثير شائك يعني من من النواحي إذا بدك تعتبر من أين نأخذ الطفل هل من المدرسة هل من النادي كان زمان وأنت يعني عاصرت الرياضيين ورياضي أنه كانت المسؤولية الأندية أو اهتمام الأندية باستخطاب اللاعبين الصغار السن نعم وكانوا وفروا لهم كل كل الإمكانيات وكان الاتحاد أو المنتخب الأول أو الأطفال كانوا يأخذوهم من الأندية هلأ حاليا من خلال الوضع الاقتصادي في الأندية والديون المتراكمة على الأندية بطلت تقدر تعمل فئات عمرية فصر مسؤولية معناها كوتش غير مكلفة يعني هذه اللعبة على ما أعتقد هي مكلفة ربما تحتاج على مصاريف لعب هي مكلفة بس سهولة ممارستها في الأماكن ممكن تكون فيه سهولة بس هي كأمكانيات على سبيل المثال المضرب اللاعب بين 150 إلى 200 دينار زي التنسر الأرضي الجلدة يعني بتحطها في إلها فترة إنها لازم تتغير حسب عدد ساعات التدريب وهي في تلزيق وقرات فهي يعني مكلفة يعني مكلفة ضمن المعطيات لما تكون ميزانية الاتحاد اعتبر 120 ألف من حكام من مشاركات من مواصلات لعبين من أدوات فهي إنه 120 ألف ما ما بقدر إنه يكفوا زي ما قال حسن إنه يقدر يشاركوا بأعداد كبيرة نعم طب كابتل حسن بدي أشركك في هذا الحوار أنت لاعب وأكيد يعني في قلب الحدث وبتشعر إنه والله ياريت لو يتوفر لي هيك الآن إيش اللي بتحس إنه بنقصك بصراحة هل هو المال ولا البنية التحتية ولا المباريات ولا هيك موهبتنا في الأردن وموهبة الصين موهبة الصين يعني هاي موجودة في الجينات يعني زي ما بحكم نعم صحيح يعني أكيد في فرق بالمواهب وفي أكيد زي ما أنت حكيت بالصين في الموهبة الموجودة بالجينات بس ما بدنا نافذ الصين نافذ هو الأوروبية اللي هو ستايل لعبهم قريب من ستايل لعبنا اللي بنقصنا طبعا بخصنا بإني تحقيق بشكل كبير يعني لالآن ما في صالة مخصصة في الأردن تستضيف بطولات تنس بشكل خاص بطولات تنس طاولة نحتاج طبعا لصالة يكون في مجمع لتنس الطاولة يكون فيها صالة تمرين صالة بطولات نحتاج طبعا لمزيد من الإمكانيات المالية بصراحة يعني ما ينقصنا مشاركات الخارجية كل ما اللاعب شارك أكثر كل ما اكتسب خبرة أكثر وبالتأكيد لا الموهبة موجودة نتشارك هذه الموهبة مع خليني أستثني الصين وأستثني اليابان دول شرق آسيا بس هذول لو في مؤمكانيات نقدر ننافس دول العالم الباقي بشكل كبير أنا أحب اللاعبين اللي بحكوا بها الثقة الكبيرة يعني الأردن أنا في رأيي بالفترة هاي زي ما حدثت في البداية الحديث أنه كانت الأردن عمرها ما جابت مركز متقدم في البطولات العربية وحصلوا على بطولة العربية برجال وسيدات وحصلوا على أكثر من بطولة لغار بالأسيا بالتالي هذا يعتبر إنجاز كبير للأردن يعني زي كيف القدم أنه يوصلوا لكأس العالم بدنا نطلع عن غرب آسيا شوي نروح عالميا فخلصنا عربيا وغرب آسيا بالتالي نحن هناك صدد زي ما قلت الاتحاد إنه نعمل على تقوية اللاعبين والقاعدة ما نتركها بس أنا عندي بس الملاحظة إنه اللجنة الأولمبية تقوم بوجبها برأيي الشخصي لأنني تعملت معهم لما كنت عضو كثير كويسة عندك ما ننسى عدد إحنا منحبش نمدح هذا كثير هذا مش مدح واقع بالنسبة اللي أنا شايف يعني عساس أنه منحكي إنه اللجنة الأولمبية هذا واجبها في الإرشاد وإرشاد ها جيد نعم وبدلا أكسب إحنا منطلب إنه اللجنة الأولمبية ما نشتمحون لجنة أولمبية أنا يعني ما نظل قاعدين في نفس الدائرة وفي عندك يعني ملاحظتين رضايلين إنه مدرية الأمن العام تقوم بدور خفي وظاهر لأنه كثير عم من كوادر الأمن العام عم بيساعدوا بتسهيل مهمة المدربين كوادرها واللاعبين بالإضافة لأمانة عمان إن شاء الله أتمنى إن شاء الله في حلقات قادمة نسلط الضوء أكثر على مواضيع تنس الطاولة كابتن مروان ضياء مدرب المنتخب بالوطن كورة الطاولة ومنات التوفيق في هذه البطولة وأيضا حسن الحوراني لعب ونجم المنتخب الوطني لتنس الطاولة كنت معنا عبر سكايب شكرا جزيلا لك إذن بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة نراكم إن شاء الله بالأسبوع المقبل بمواضيع جديدة لذلك الحين دمتم برعاية الله إلى اللقاء شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة